يعطيك المصح والعافية معكم أحمد وعريكي اسألني ستة طوات على ما سويتها بس إن شاء الله راح يكون تسوي يعني الحلقة راح تسوي عقبها النطرة ما راح أجاوب على أسئلة بس مكررة راح أحاول قدر المستطاع أن أجاوب على ثلاثمين وعشرين سؤال اللي هو ما وصلين الحين بالكومنت سكشن ما لو تأسألني خمسة غير اللي أسألة اللي قاعدتين بتويتر وإنستغرام اللي صراحة أحاول أراد عليهم أول بول عشان ما أنطر الناس لأن أنا أنزل فيديو يسألني علشان أجاوب على أسئلتهم فسألني ستة إن شاء الله تاني بعد السلام عليكم ورحمة الله مثل ما قلت لكم ما راح أتكلم بس عن السئلة اللي أنتم سألتوني إياها بصدقة لو تصدق بسألني خمسة تكلمت عنها شي بس شلتها لما يتسوي المنتاج وبعدها لأنني قلت أني راح أسوي فيديو ثاني من فصل أني أنا أتكلم عن انطباعي عن الجي جي فور معنى الآن صار لفترة من أن أعلنوا عنها بشركة الجي بشكل رسمي بس ظروف قدر الله ما شافع ما قدرت أنني نزل الفيديو بالوقت اللي أنا كنت بنزله فالحين راح أتكلم عن انطباعي عن الجي جي فور على السريع ثلاثة شغلات عجبتني لما أعلنوا عنها بشكل رسمي أو شيء المعالج الشاشة والكاميرا خلتكلم عن الكاميرا أسي شيء 16 ميجابيكسل 1.8 1.8 الأبتر ما لها 1.8 السامسونج غرايكسي 6 1.9 وغير فرق السماعة عن الأرض لما زادوا على الأولتر بيكسل اللي كانت موجودة على الـ HTC اللي كانت 2.1 أو 2.2 الـ 2.2 اللي هيوم ما لها فـ 1.8 جبار الجي الشكل للكاميرا راح تكون وايد قوية على الـ LG G4 غير أنيها 1.8 راح يعطيك أهو الأوبشن من أنك تتشغل الجهاز أنك تتصور فيديو رو فوتج وأصور رو فوتج يعني أنه أنت ما لازم تكون عليها أي نوع من التعديلات من النظام التشغيلي نفسه أو من البرمجة مات الكاميرا علشان تغير وتلعب بالأصور فرح تقدر أنت كمصور محترف تقدر تغير الصورة مثل ما أنت تبي لأنه راح تعطيك إياها رو شغلة ثانية عندك الحين الشتر سبيد تقدر تتحكم فيه ما الكاميرا ما في ولا كاميرا الحين على تليفون أو جهاز ذكي تقدر أنت تتحكم بالشتر سبيد إلا بالكاميرات المروفة اللي DSLR أو ما غير من الكاميرات أنت تقدر تتحكم بالشتر سبيد نفسه شكثير إضاءة تقدر تدخل وشكثير تخلي الإضاءة ديش علشان تقدر تسوي حركات بالليتات فهذه شغلتين موجودين بالكاميرا ما راح نلقاهم على أي كاميرا ثانية موجودة على هاتف ذيكي حانية موجودة بالسوق غير إذا يبونوا نسوون تحديثات هواية من شركة HTC وسامسونج وردي شفناهم سوى تحديثات علشان يخلون الكاميرا مالتهم منتعدل وتصور روه فتج علشان نتقايش مع الجي جي فور معنى اللي حين ما نزل بالسوق بشكل رسمي شغلة ثانية الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل غيرا غيرنا عن الخمسة ميجا بيكسل كل التلفونات سيت لهم فترة طخة وكلها فايف ميجا بيكسل هو أغوى شي تحصل لحي كاميرا أمامية هنا يحطوا ثمانية ميجا بيكسل فكاميرا الأل جي جي فور راح تكون شي جدا ممتاز الشي الثاني اللي بغيت تتكلم عنه هي الشاشة الشاشة راح تكون خمسة ونصبوصة ما غيروا الحجم وما غيروا الريزولوشن نحن راح تكون عامية وميجا بـ 2060 بـ 1440 انتيا كواد اتش دي بس استخدموا تقنية جديدة لحن على الاي بي اس بس كوانتم دوتس كوانتم داتس أنا تكلمت عنها لما تكلمت عن الفيديو ما للس ي اس 2015 انا شركة سامسونج نزلت تليفونات اللي هي Ultra HD وهم استخدموا نفس التقنية بس شن الفرق هني راح تكون الشاشة وايد دقيقة من ناحية الإضاءة والألوان اللي راح تطلع لك راح تكون الألوان وايد فاقعة على P OLED Panel انت قاعد تكلم عن شغلات تاخذها انت بال OLED Panels بتشوفها على IPS Panels بالتليفونات فهذا شيء وايد ممتاز من LG ما عندها اي مشاكل من اساس من ناحية الشاشات بس Quantum Dots صراحة انا ما كنت بتوقع ان نشوف التقنية مالة Ultra HD على تليفونات هالسنة قبل انشوف Quantum Dots يصير شيء منتشر على تليفزيونات اساسا بس LG خذت الخطوة صراحة وسوت تليفون راح تكون شاشة Quantum Dots بكل بساطة Quantum Dots معنات الألوان اللي انت تشوفها مثل P OLED Panels اللي انا قلت لكم عنها ان كل بيكسل راح يكون لها إضاءة مختل منفصلة علشان اهوة شي بالليت عندك ال RGB لون الأزرق والأخضر والأحمر وهما ال default كل واحد راح يكون شاب قبله تبروحه Quantum Dots راح تخلي إضاءة مالتهم تبعد عن الشاشة شكلها كأن ما في يكون مساحة ما بينهم نهائيا تحس ان انت على طول Quantum Dots راح تكون ايها floating على شاشة ما راح تشوف نهائيا اي مساحة ما بين الشاشة البانل مالتها اساسا مع القلاس اللي انت قاعد تسوي عليه عليه Touch راح يعطيك ألوان جدا فاقعة الوان البروداكشن ماله راح يكون واي دي قريب من الصج اللي انت شوفه بالعين مجرده فالشاشة توقع راح تكون شي جدا جبر من ناحية الحجم توقعت الصراحة ان يحطون 5.7 بس انت راح تدشي بتريتوري ذي جساعة من السامسونج جالكسي نوت فيمكن يكون حجم مال في فابلوت اكثر من تليفون فخمسة مصبوصة يخله مثل ما هو اللي موجود على الالجي جي 3 توقعت الحواف تصير اصغر بس الحواف في موقع الالجي جي 3 لاحين اصغر من حواف الالجي جي 4 بس لاحين التليفون يعتبر نوعا ما ملائم يعني حجمه صغير يمكن ما راح يكون حجمه وايد كبير الشاشة راح تكون نوعا ما مقوسة مو نفس الالجي جي فلكس بس راح تكون مقوسة راح يعطيك نوع من الحماية اذا طح منك التليفون سمح الله عشرين بالمئة زيادة طبعا هذا حجي الجي مايندره لازم نجره فعليا اذا صج يتحمل الطيحات ولا لا والشغلة الثاثة والاخيرة اللي بغيت اتكلم عنها هي المعالج المعالج اللي اختاروه ما اختاروه عبط اختارو السناب دراجون ثمانية وثمانية وعشرة اللي شفنا على الالجي جي فلكس 2 ولا الاتش تي سي وان ام ناين الثمانية ثمانية هكسا كور سداسي النوى راح يكون سكستي فور بيت اركيتكتر على ثلاثة جيجا بايت داكرة عشوائية اختيار موفق لانه اهما فكروا ان الاوبتمايزايشن ملازم يكون من المعالج نفسه اذا اهما يقدرون يستهلكون السداسي نوى او السناب دراجون ثمانية ثمانية اكثر من اللي اهما كانوا يقدرون يطلعونه من ثمانية وعشرة ليش احطه ثمانية وعشرة وانطل الجهاز يحتر واسوي اوفرلود علشان انا ااخذ القوة لانا احتاجها بالثمانية ثمانية اعطيكم مثال بالسياير على سبيل المثال اذا انت تقدر تطلع قوة من اربع سلندر تيرو وتوفر البانزين من لا تحطه على ثمانية سلندر مثلا ليش لا مو معنات ان ثمانية سلندر راح تكون اقوى كمكينة من اربع سلندر تيرو فانت شلون تقدر تحتوي المعالج وشلون انت تدخليه طابق اكثر مع نظام تشغيل امالك او هنيني راح يؤثر برافو عليكم الجين انتو خذيتو هالخطوة هذي لانه كانوا بكل بساطة يحطون سناب دراجي 810 وقلون بس خلاص هذا وهو اخر شبست طلع من كوالكم وهذا راح يكون احسن شيء وبس خلاص ليش ليش نغير عليه ونحن نحن نحن نعدل مثل ما شفنا بالل جي جي فلاكس تو واحد من اكثر تلفونات اللي صراحة تسوي لك بغض النظر عن ذاكرة عشوائية بس 808 اتوقع ايه الخلطة الصح اللي اهمة كانوا يحتاجونها هو اتوقع لو كانت HTC 1M9 هم نفس الشيء شركة HTC مختارة السنادراجي 808 راح يكون شيء جدا جبار و الابتمايزايشن ماله راح يكون وايد افضل من ناحية الشكل شكله نفس القديم ما عندي اي تعليق من ناحية الجلد شفنا الجلد على الموترلا ناحية انه تلفوني من جلد وسيراميك وبلاستيك ومعارف ايش هموا مو اول شركة تنزل تلفوني تكون خلفية مالتا الجلد بس بتحمس صراحة واحلى لون عاجبني هو الاصور من جدام اسود من وراه اصفر كلش مو الوان باتمان عليه هذا اللون ان شاء الله اذا اقدر انا حصله اه هو الجلد اكيد ابي الجلد فبس هذا الجي جي فور المفروض ينزل خلال شهر ستة بالكويت وعالم العربي دريت ان انا بالسعودية راح ينزل ان شاء الله خلال يمكن عشرين يوم فقريب قريب ان شاء الله راح نشوف الجي جي فور فهذا اللي بغيت اتكلم عنه عن الجي جي فور كانطباعي حق الجهاز ان شاء الله منيوصل للجهاز اكيد راح اراجع لكم اياه اول بول ونزل لكم اياه هم شغلات ثانية قبل اتكلم عنه اسألني يمكن فترة عشرة ايام اللي طافت ما نزلت الا فيديو واحد حق ساعة الجي جي واتش اربين وتأخرت صراحة حتى بانستغرام مقعد ان ازل واي دصور بتوتر مقعد ان ازل واي تويتات ذاكي اون بس حطيت تويت ان اقعد اقول ايش رايكم ان انا ايام معينة ان ازلكم فيها حلقات اذا انا بلتزم بشي مثل هذا راح ياخذ مني وايد وقت فانا فكرت عشان اجرب هالشغلة راح اسوي لكم مثلا واحدة منها الحلقات هذه باسبوع معين ونشوف الالتزام مالها شلون يصير وردة الفعل شلون تصير لان اذا انا بسوي شغلة وما راح تكون يعني شغلة راح تعجبكم او شي شدي ليش اكمل فيها ابي اسوي شي يعجبكم وشي نستفيد منه بالنهاية يعني ما فتحت القناة عبط على قولتهم نبي نستفيد مع بعض ونستفيد من بعض فان شاء الله راح نزلكم فيديو من الليست اللي انا وعدتكم اياها خلال اسبوع الياي باذن الله ونمشي عليها ونشوف تيش ساعة اذا نقدر احنا نكمل على هالمنوال راح اخصص يوم انا ان شاء الله اثبته علشان اقدر اني اصور الكميلة انا احتاج اني اصورها واخلي يوم ثانية عشان اسوي اديتينج عشان ما يصير صالفات اللي صارت اسبوع اللي طاف اني عشان ايام تأخرت عليكم ونزلت لكم والفيديو والله يعلم انه كد كلها بيسوينا بس اكعاج الدار من كاميرا بصور فسموحة ان شاء الله ما تنعاد احنا خدتكلم عن اسألني ستة واخير سؤال اخ احمد شنو رأيك بانفجار الاجهزة الذكية استخدام من قبل المستخدم لو عيوب صناعية من قبل الشركة اوكي في تليفونات تنفجر صح لما تيتحطها على الشاحن هذا يكون عيب من شيء ايام من المصنعية مثل الجهاز اللي خليت انه اهوه اساسا صار حازرد انه شيء قاعد يخترب عندك وممكن انه يعرض حياتك او حياة ناس تاني للخطر وعندك همه هي تكون ممكن مشكلة من الشاحن اللي انت قاعد تستخدمه او الكهرباء اللي انت قاعد تستخدمها فانت لازم يعني على قولاتهم تبدل لاسباب انك انت تشيك او شيء اذا الشاحن اللي انت قاعد تستخدمه او البلاك اللي بتطوفه قاعد تستخدمه اوه اصلا سليم علشان انت تشحن فيه التليفون وثاني شيء اذا انت اصلا بلشت انك تحط امبيرات زيادة او انك قاعد تسوي الشورت بالبورد راح ينفجر التليفون او البطارية امات التليفون راح تعرضيك مثل ري اكشن بالنهاية اوه كميكلز موجودة بالبطارية واذا ري اكشن كغلط اكيد راح تخترب البطارية وتأدي الانتفاق وبعدين انفجار وممكن يؤدي هذا الى يعني تعريض الناس الى تعريض حياتهم للخطر فهذا ممكن يكون عيب من المستخدم وعيب من الشركة في واحد قاعد يسألني شنو افضل كاميرا نيكن او نايكن او كانن انا عن نفسي مو وايد يعني تعمغت بالكاميرات دي اس الار بالذات انا اصور بكاميرا كانون سبين تي دي زال الله خيرنا او سويد نصح لنا اخذها وخوش كاميرا صراحي قاعد استخدمها الحين منبلش تصور يعني اول من متل من اصور فيها فخوش كاميرا وانصح فيها انا استخدم كاميرا كانون سبين تي دي جدا ممتازة الكاميرا في واحد قاعد يسألني انا باشتري تلفون اخذ جالكسي اس 6 ولا اله تي سي سي 1م 9 نزلت انا مقارنة ما بينهم انصحك انك تشوفها خوش مقارنة وان شاء الله راح تلقى جوابك هناك في واحد قاعد يسألني هل تتوقع ان تشوف نظام تشغيلي مال اندرويد على جهزة ابل احنا بلو كويت نقول لي حجة البوكر على قرونها يعني لا راح تنزل نظام تشغيلي اندرويد على جهزة ابل ولا راح نشوف نظام تشغيلي مال ابل على جهزة من شركات او مصنعين اندرويد لا في واحد قاعد يسألني قاعد يقول اليوتيوب برز الاجانب اللي ياخذوا تلفونات ويكحسرونهم ويحطة بالمايكرو ويف ومعرف ايش يجربة منعنهم الصلاحية الشركات تعطيهم قليلين جدا اللي يروح يشتري من جايبة عشان يجرب التلفون اذي ينكسر بس وايد من شركات تعطيهم انت بالذات لو تلاحظ التلفونات من تنزل بشكل رسمي تلقي انه هما واكشين برا المحل تبوه شارينه اوكي خد جرب خد نقطه ونمسك تلفون من فوق بعدين نحط فهذه الشركات تدفع لهم عشان تبين الدوربوليتي مات الجهاز او مقدرة الجهاز انه هو يتحمل الطيحات او الصدمات او معرف ايش بالاستخدام الطبيعي انك اذا ماسكا عند ذلك وهديتها طاح منك فهذا راح يكون دعم طبعا من شركات ودعايا بشكل يعني غير مباشر انك انت تجرب لانه انا عن نفسي يعني اذا بشتري جهاز من جايبي وبجرب اذا بطيح ولا لا بيعورني قلبي عليه يعني شاري بفلوس ومو بكنار فأكيد يعني بخاف عليه ما راح اجرب اني اهده او اكسره في حالة اذا اوه فعلا طاح مني بشكل انا ما كنتدري عنه راح اراجع هالشي ورح اقول لكم يا بالمراجع انه والله الطريفون طاح مني وشدي وهذه الخدوشة وهذه الزلوق اللي هو فيه وتحملها لكثرة الطيحات فهذه تكون شركات دافعت لهم او معطاتهم لاجهزة تسألني قاعد يقولي هل تتوقع ان شركة ابل راح تغير من تصميم الايفون 6s اذا احنا تعلمنا اي شي من تاريخ شركة ابل من ناحية اعلان عن الاجهزة بالذات التريفونات الذكية مرح يتغير شكل راح يكون نفس الشكل شفتك اليوم ان في يعني اشعاعات قاعد تطلع انه ينزلون النون يديد وهو الروز جولد المشكلة ان باتر بتشوف باتر شركات كلها راح تنزل الروز جولد بس وردي كل شركات اجتي سي سامسونج وردي قاعد ينزلون تلفونات لون وردي المهم اتوقع انه هما بنزلون النون يديد بس ما راح يتغير شكل الجهاز لا راح يكون نفس شكل الايفون 6s و الايفون 6 plus فما رح يتغير شكلي جاهز لا في احد قاي يقول عندي سامسونج جالكسي 3 ثلاث مرات بدلت البطارية ما تلقي حين قاعدت تتفخ سهلات البورد عندك في مشكلة إذا البورد اخترب يعني تلفون اخترب ودعه تخلي جالكسي اس 4 او جالكسي اس 5 او جالكسي اس 6 او جالكسي نوت 3 الحين سعره وايد مناسب وكينا نفس الشخص سألني تنصحني اخذ جالكسي اس 6 ولا انطر الايفون 6 اس والله ما ادريش ان الايفون 6 اس بيكون السامسونج جالكسي اس 6 تلفون جدا ممتاز اذا انت اللي حين تستخدم اندرويد اخذ الجالكسي اس 6 يعطيك العافية واحد قال لي ان افي تلفون تكون شاشته كبيرة وبطاريتها اكبر تنصحني باي جهاز انت جاوب نفسك كل ما الشاشة تكون اكبر كل ما بطارية راح تكون اكبر فاخذ جالكسي تاب سيريز او هواوي ميت 7 او الميديا باد الشاشاتهم كبيرة بطارياتهم كبيرة اذا انت مفارقة معاك الشاشة انه تكون 7 بوصة 8 بوصة بطارياتهم راح تكون فوق ال 4000 مليمبير 5000 مليمبير فرح يكون يعطيك الاداء ان تتساج الاداء المطلوب في واحد كاتب يخلص هبل عاد اكبر باطمان ما فهمت صد ما فهمت هل تحصل لي شون ستفيد من الروت ؟ واعطكم فيديو عن الروت وان شاء الله راح نزلكم فيديو عن الروت وكل جوبة او كل اسئلة اللي انت سالتون عن عن الروت ان شاء الله جواب راح تلقونا بالفيديوهات اللي يتكلم فيها عن الروت ان شاء الله اوكي احد ساقل تحتاني قيل سألني شنتع باطمان فيديو سألني اثنين جاوبت هس سؤال هناك راح تلقى الجواب في احد قاية يسألنا شركة سامسونج تنزل واي تليفونات مصنعية يا فيتنام او كوري او صينيا ومعرف ايه شينو وهو احسن شاي ماكو احسن شاي لان كلهم رح يطلعوا لك من نفس الجودة لا تاخذ من حدش السوق في هما شركة سامسونج عندها مصانع بالصين وعندها مصانع بالفيتنام وعندها مصانع بوين بعد الصين فيتنام وكوريا فكل مصانع رح تشتغل على نفس الكفاءة ما فيها روح تعال بس اهم يخصصون كل مصنع ان يصنعون لك في جهاز يعني يمكن غالكسي السيريز تصنع بالصين ونوت تصنع بكوريا او الجاي تصنع بفيتنام فكلهم رح يكونون متصنعين لناس الكفاءة الفرق ان اوه وليش تصنع هنا وهني لان سامسونج هذه سياسته من ناحية توزع الشغل نفس نوكي يقبو كان عندك كتب يا فلنندي يا هنغاري يا باينوكيا يا فرنسي يا فلنندي اكيد فهذه الامور كلها كانت لان اهم مخصصين مصانع معينة في اماكن معينة فالاصدار مال التلفون وين يطلع لطالما اوهو من الشركة الام رح يكون نفس الكفاءة حاجة بطيخة اللي يقولون لك ان اوالله لا اذا خلت فيتنامي رح يكون احزن من كوريا حاجة يفاضي نفس الشيء اوهو في خاصيه الشحن السريع رح تلقى ان التلفونات تماما شحن سريع رح تشغل شون رح تعرف ان الشاحن اوهو اصلا شاحن سريع الملي امباور اللي هوه الى راح يطلع لك هي اللي يسوي عليه بوش رح يكون اكثر من الملي امباور اللي يطلع لك يا الشاحن العادي فانت كت قعد تقول لي ان انت قعد تخربط ما بين 2.1 وال 1.8 طبيعي اذا انت قعد تطلع على 2.1 امبير من شاحن واحد رح يشحن التلفون بطريقة وايد اسرع من شاحن يطلع لك 1.8 مليمبير فعلشان انتها الخاصية هذي تشتغل لاسمي يكون المعالج يدعم هالشغلة هذي انت ممكن تركب شاحن سريع على التليفون ما يدعم شحن السريع لأن المعالج ماله ما عندها الكفاءة خش سؤال في واحد قاعد يقول لنا يا ريت ترد علينا عندي احد يصير له او يمكن اوه قاعد يتزوج وقاعد يجهز حق العرز يبيشتري تلفزيون اول شي بالمبارك ربي وفقك يا ربي جعل منها الزوجة الصالحة قول امي ويرزلككم من درياء الصالحة عندنا حجوب الكويت يقولوا منك المال ومنها العيال ايه منك المال ومنها العيال الله يبارك لكم ان شاء الله تمام عليكم التلفزيونات هاليها كلها راح تصير شاشاتها كيرف هذا اللي هو المتوجه حاليا الحين بس مو معنات ان كل الشاشات راح تصير كيرف لأن السالفة الكيرف هي سينماتيك اكسبرينيس انت مرح يكون عندك الاسفاكت ريشيو او انه طريقة البث مالة الجهاز انه تكون ايها ويد سكرين بدون لا تكون كيرفت فاذا انت تبي تاخد تلفزيون كيرف ليش لا اخذ كيرف ما راح يكون اتوقع اهبه وبعدين بيوقف راح نشوف شاشاتها تكون كيرفت اكثر واكثر بالمستقبل ويمكن الانحناء يكون اكثر والطوالية تكون اكبر فما راح توقف ما توقع انها راح توقف التقنيات اللي حين قاعد نشوفها قاعد تتجاه حق بانل زيدي ده علشان تعطيك اضاءة اكثر لانه من ناحية الريزولوشن وصلنا الحين لأيت كي بس لاحين الفور كي ما صار منتشر بشكل مطلوب بسنة 2015 فمن ناحية الكيرف ديس بي ما توقع انه ما راح يوقفون هاي شي البانل راح يصير اكبر والكيرف راح تكون اكثر فتوقع على الله اذا انت عاجبك الكيرف ديس بي سامسونج الجي عندهم خوش تلفزيونات توقع على الله واخذ وان شاء الله يبارك لك مرة ثانية في واحد قاعد يسعني شرايك بالزين فون 2 هذا واحد من الاجهزة انت حتشيت عنها لما اعلنوا عنها بالسي اس 2015 أربع جيجا بايت الرام فالتليفون من الأوائل التليفونات الي راح تكون متنشرة بالسوق و اللح عندها معالج بأربع جيجا انا عن نفسي ما يعني جربت الجهاز لما كنتب برشلونة بس ما حطيت كارتي في فعلا واستخدمته ما رجعت الجهاز خلل نكون يعني واضحين بس من ناحية المواصفات على ورق مواصفات جدا جبارة بس اسوس النظام التشغيلي ما لها ما يتحدث ثول باول شوي بطيء من ناحية النظام التشغيلي فأنت الأربع عقاقة ما رح تستهلك بالشكل الصحيح والمطلوب على النظام التشغيلي مال Zen أو مال Asus النظام التشغيلي هذا مالهم اللي هم حاطين على أندرويد فقعد قارنا أنت بالSony Xperia Z3 وهو عيدد ومواصفاته أفضل فبس أثريناتهم ليش هاتلفونين أنا أقول يعني انطر يديد سوني خلنشوف Sony Xperia Z4 اللي بينزل الانترناشنل أو الدولي وخلنا نطر التلفونات الثانية منها Cygis V2 على OnePlus 2 خلنشوف هذا Oppo بدعوا واي التلفونات قاعد تزل قوية فيها مواصفات Asus Zenfone 2 فأنا أصحك أنك تنطر في أحد يسألني شنو هو IR Blaster IR يعني أحرف IR هي Infra Red هي الليزر أو شعل حمراء هي التقنية اللي تستخدمها بالريموت ما للتلفزيون هي Infra Red Blaster ليش لما أنت تهيه؟ تغطي المكان المفروض أوه يكون الريسيفر ما للأشياء الحمراء أو اللي يسميه أشياء الحمراء عدل المكان اللي أنت علشان تستقبل منك الكماند ففي تلفونات وايد قديمة ما كان فيها إلا Infra Red منها Nokia 61110 51110 عندما تنقل البيانات بينهم لازم تحط التلفونين مع بعض علشان أنت تقدر تنقل البيانات تتطرش البيانات بالإنفرا Red وبعدين وقف هالشيء من نزل بلوتوث خلاص كنت تنقل بياناتك ببلوتوث بعدين صار فيه NFC أحين رادم مرة ثانية يحطون الإنفرا Red Blaster أو IR Blaster علشان تقدر أن تنسوي تطبيقات حق الجهاز وتتحكم بالتلفزيون من تلفونك أو تتحكم بالتكيف أو معرف إيش أي جهاز يتحكم بالطريقة مالس الإنفرا Red Blaster فيه لا تحصل أن يمكن تطبيق على تلفونك عشان تقدر تستخدمها التقنية هذي فهذا هو الإنفرا Red Blaster أو IR Blaster في واحدة يسألني لماذا تسأل مراجعة حق نوكيا لوميا 1020 أنا قديم عد على الدهر ننطر 1030 إن شاء الله ذنزل من مايكروسوفت نسوي المراجعة في واحدة يسألني شنو أحسن طريقة أنك تحمي فيه نظام تشغيل وما الأندرويد من ناحية الفيروس وما عرف أيش خذها قاعدة إذا أنت بتحط أنتفيروس راح تكون أنت رسك أكثر من اللي مايحط أنتفيروس ليش؟ لأنه إذا الأنتفيروس صد يسوي شغلة عدل راح يقتل كل الفيروس الموجود معناته أنهما ما راح يكون عندهم بزنس ما راح يكون عندهم شغل لأنه يقتلوا كل الفيروس الموجودة وصار بنامج مالهم ما تحتاجه فإنت كلما تحط أنتفيروس راح ييين معه فيروس أنا عن نفسي ماستخدم أي نوع من أنتفيروس لا على تليفوني ولا على كمبيوتري والحمد لله مو قاعد توصلني أي نوع من الفيروسات الفيروال أوردي قاعد يسوي شغلة من ناحية التليفونات تقاعد تيك من كروم السيرفر ما لهم يقول لك إذا المكان أنت بتدشها راح يكون في فيروس أو في شغلة ممكن تيك أنه تهجم على التليفون راح يقول لك أنه وقفها لا تدش ويعطيك الورنينج فما نازم أنت تنزل أصلا أنت فيروس من ناحية المالوير ما لبرامج لا تشغل الأنون سورس عشان لا تحمل البرامج تكون بره المتجر أو الجوجل بلاي ستور خل البرامج مالوطة كلها تنزل من الجوجل بلاي ستور عشان أنت تكون بالسليم من ناحية أن البرامج ما راح يكون عليها مالوير لأن الحين جوجل قامت تشدد عليهم أكثر من قبل قبل كان فيه وائد برامج فيها تسريبات فيها اقتحام خصوصية ومعرف إيش الحين جوجل قامت أنه تعدل السياسة مالوطة من ناحية أنه تمشي وراه ذي قامت تاخذ السلوب اللي قاعد تسوي أبل لأن أبل طريقتها هي الأمثل من ناحية تسيطرة على البرامج والتطبيقات التي تحصلها بالمساحة مالتك من ناحية أنك أنت تتنزل البرامج فهذه هي السياسة قمنا حين نشوفها تطبق على جوجل بلاي ستور شوي شوي راح نشوف أن كل البرامج اللي أصلا أساسا نسوي كمالوير راح تنقشع تنشال بس من ناحية أنك أنك أنت تنزل البرامج من بره البلاي ستور هذا كله راح يكون على مسؤوليتك أنت فإذا أنت تخاف لا تنزل بس الأمثل موجود إذا تبي تنزل على حالات أندرويد الأمثل دائما موجود في واحد سألني شنو أخب الكيرنل وهل يفرق إذا غيرته راح تعمق بالجواب أكثر لما أسوي الفيديو عن الروت بس الآن على السريع إذا بجاوب لك شنو أخب الكيرنل الكيرنل إذا أنت أساسا غيرت الكيرنل ما للجهاز الجهاز راح يعطيك أبشينات أكثر من لك أنت تغير من ناحية سر عمالة الجهاز ومن ناحية الكوزمتكس أنت تكتر تغيرها في الجهاز على سبيل المثال HTC علشان أنت تشيل الأس أف وتسوي الانلوك حق البوتلودر من تغير إنتل كيرنل يعطيك ورنين مسجي يقول أكثر أنت غيرت الكيرنل الكيرنل هذا مو هو نفسه إلا أنت المفروض يكون أساسا عليه التليفون فممكن يكون برون حقنا أو هو يصير overloaded أو overclocked فيعطيك هالأمور هذي كلها بس تتكلم إن شاء الله بالدقة وايد أكثر عن شنو الكيرنل وشنو البوتلودر وشنو الريكوفري وماعرف إيش إن شاء الله لما سوي الفيديو مال الروت في أحد قائل سأني شنت تتوقع من شركة سوني شركة سوني قلتها الكلمة من زمان أنا وايد أحترم شركة سوني وضايق خلقي على اللي قاعد تسويه شركة سوني مفروض سوني تكون بالمقدمة صراحة شركة سوني جبارة وعندها ابتكار مطبيعي وعندها نفوذ مطبيعية من ناحية التقنية وشغلات اللي إيها تقدر تسويها من ناحية كل الانفرميشن اللي إيها عندها من الناس تقدر تبدع بالألعاب على التليفونات من ناحية البلاي ستيشن ستور تقدر تبدع من ناحية التصوير من سايبر شوت تقدر تبدع من ناحية الموسيقى وتشغيل الأغاني من ووكمن تقدر تسوي أمور كثيرة بجهزتها بس مو قاعد تسوي مو قاعد تسوي مادري ليش مو قاعد تسوي السوني اكس بيري زي فور للأسف مالانيت راح يكون شيء وايد واو إنه وايد شيء كبير أتوقع راح يكون تغيير عادي أو مو وايد كبير من ناحية السوني اكس بيري زي ثري شكليا ومن ناحية مواصفات أتوقع راح يكون تغيير مو جذري تغيير عادي سناب دراجون 810 يمكن بطارية شوية أكبر كاميرا نفسها 20.7 ما غيروها من سوني اكس بيري زي 1 أمور كثيرة ما راح يغيرونها راح تتم نفس الشي بس شنو بيصير عقب سوني اكس بيري زي فور أتمنى إن شركة تنفض من فوق لتحت ويسو لنا شيء يعني يرد يشد نمرة ثانية حق شركة سوني ويحمسنا لأن سنتين ثلاثة لطافة وشركة سوني قاعد تدهور ما نشوف قاعد تنزل شيء قوي أو ينافس بالسوق هذا الرأي الشخصي من ناحية سوني أنا أستنس على التليفونات التي تكون كومباكت لأنه ما نشوف شركات ثانية تتسوي لنا تليفونات تكون صغيرة عليها مواصفات جدا عالية فهذا الشيء الوحيد لصراحة قد تتحمس عليه من شركة سوني في أحد قايس أني قاعد يقول لي عن نظام تشغيلي من الاندرويد لوليبوب مصرف حي يالحين يوزر لأش من قاعد يشتغل على السامسونج جالاكسي اس 6 التحديث من سامسونج جالاكسي اس 6 والسكس اج 5.1 رح يشتغل في سالفة اليوزرز موتي يوزرز فإن شاء الله رح تلقاه بتحديثي في أحد قايس أني من أنا أشغل برامج أو ألعاب الرام التليفون عندي يحتر هل هو هو أنا قاعد يثير المعالج مع الرامات يس نعم إي هذا الشيء تكلمت عن أنا مقابل حتى معناه سويد في فيديو عد هذا الصلب أن كلما أنت تشغل برامج تكون وادي كبير وتتطلب بأن التليفون يشتغل بشكل وايد كبير أكيد راح يحتر لأن هذه التليفونات ما فيه موفينج بارس ما فيه فان أنه يبرد على الشيبست إنه والله حيني هي قاعد تستهلك فلا زم أنا أبرد عليها فأكيد بيحتر وكلما التليفون المساحماته صارت صغيرة كلما الحرارة راح تحس فيها أكثر وكلما المصنعية صارت قريبة حق معدن أو حديد أو ألمنيوم راح تحس فيها أكثر من الجلاس أو البلاستيك فطبيعي جدا أن الجهاز يحتر لما أنت تشغل فيه برامج كبيرة أو تلعب ألعاب كبيرة مثلا في أحد قاية يقول لي أنت شكل كوايد مهتم حق شركة نوكيا ومهتم بالمصير شركة نوكيا هل أنت تتوقع لو شركة نوكيا تتبنى أجهزة أندرويد هل هي راح تصير بالمقدمة مرة ثانية هي من أمه إي يعني تخيل أنت الحين عندك سامسونج جالاكسي اس 6 وعندك تليفون نفس مواصفات الجالاكسي اس 6 بس على الشكل اللومية مثلا ونظام تشغيلي من أندرويد أي واحد بتأخذ مصنعية نوكيا فيها ثقة ويد أكثر من ناحية مواصفات نوكيا كانت بمقدمة مو يوم يومين كانت بمقدمة أكثر من 10 سنين 10 سنين كانت إيها بمقدمة فالابتكار اللوم عندهم شيء مو طبيعي غصوا بنظام التشغيلي وغلطوا غلطة عمر لما راحوا مع النظام التشغيلي مختلف تماما لما أنتوا يتفكرت أنك أنت تطلع من سالفة أنك كنت ما تسوي النظام التشغيلي عندك بالشركة تروح لك ويندوز يعني هذا شيء اللي أنا تكلمت عنه بالفيديو ما الانطباعي عن نوكيا N1 تابلت بس هو أحسن مثال نوكيا N1 تابلت حاليا موجود بس بصين وراح يتوسع أن ينزل أوهو بدول ثانية بس حاليا بس أوهو نازل بصين ويشوف اللقبال اللي عليه وشكرة الناس قاعد تشتريه فما بالك لو ينزلون جهاز نفس ال N1 تابلت أو تلفون ثاني راح تدعم نظام تشغيلي مع الأندرويد مواصفات سامسونج أو مواصفات حتى اللومية ألف وعشرين من نزل من قبل شم سنة فتوقعي راح تكون هي بالأوائل لو تنزل تلفونات أندرويد في أحد قائس أني شنو سر الغلاء مع الكاميرات DSLR ليش كاميرات DSLR غالية مو كل DSLR غالي تقدر تحصل DSLR مو وائد غالية سعرها مناسب بحدود 100 دينار أو أقل يعني 200 دولار أو 250 دولار بس الكاميرات الغالية يكيد راح تكون غالية لأن الصراحة أنا من الناس اللي كيد تقول ما حتاج DSLR أو ما حتاج كاميرا كاميرا تلفوني تسوي كل ما نحتاجها وفعلا بس لما يجب تصور حق يوتيوب دقيقة شغلات تحتاجها سويها وما تسوي لها DSLR العدسات اللي أنت تقدر تركيبها الشغلات اللي أنت تقدر تسويها بالفوكل لين الشوتر سبيد الأبتشر وايد أمور كثيرة الأوتو فوكس هذي أمور كثيرة أنت ما راح تلقاها بالكاميرات اللي تشوفها بالتلفونات أو point and shoot على قولاتهم أو disposable فتحتاج لها DSLR فكل ما زادت المكونات اللي أنت تحتاجها أن تسوي لك يا هالكاميرا راح يزيد سعرها أنا بيني وبينك صدمت من أسعار العدسات الكاميرا 200 دينار أو 250 دينار وتشتريك عدسة 600 دينار هذا اللي أنا صدمني صراحة فليش العدسات غالية الله أعلم ممكن تكون وائدة الخاص من جدي بس أتوقع تكريفة التصنيع والتقنية اللي قاعدة نحط منها العدسة إيه هي اللي تخلي العدسة تصير هالكثر تكلف وائد فمرة بننطيق من ربعنا اللي يصورون باحد قاية يسألني فضول أنتش تستفيد من أنك تتسوي لنا فيديوهات وتراجع تلفونات معنى كده ما تتعامل مع أي شركة والله أنا قلت لكم كم مرة أكثر من مرة أنه أنا مو ما أتعامل مع أولا الشركة أنا أتعامل مع مايكروسوفت أتعامل مع لينوفو أتعامل إن شاء الله مع الجي مو معنات أنه أنا ما أحصل منهم مجهزة أو شيء كذي بس أن شنو أنا أستفيد من عمر الدنيا أنا أحب التلفونات أنا قاعد أسوي الحين إلا أنا كنت أسوي بروحي بس حين حطت كاميرا جدامي وقنت أراجع تلفونات حق مشاهدين قبل كنت أراجع تلفونات حق نفسي قبل كنت أقعد أنا أنا أفسفس بالتلفون وأطالع شنو فيه ما فيه كل ما ينزل التلفون لون معين مثلا أستانس على سبيل المثال غالكسي اس 6 لون الأزرق خيرا نزل ويت متحمس حق استخدامه فأستانس هذا شيء حقي أنا أنا من زمان أحب أن أسوي فأستانس عليه صراحة عشان ليثبت لك شيء أنا ما توقعت أن يوم الأيام يكون عندي هل كثر عدد من المشاهدين وأن لازم أني أسوي شغلات أكثر من مراجعة ما فكرت أنه يوم الأيام يصور هالشيء فإن شاء الله جاوت على سؤالك والفضول عندك يعني طخ يقول كل ما أسأل ما أحد يرد علي أنا رح أرد عليك عندك أنت آيفون 5S تنصحني أخذ الجالكسي اس 6 إيه أنصحك لأن أنت أشكرتها بيتحول من آيفون لأندرويد وجالكسي اس 6 وهو يمكن واحد من أفضل تلفونة الأندرويد اللي موجودة حاليا بالسوق يقول أحد يسأل ما الفرق إذا شريت أنا سامسونج غالكسي اس 6 من أمريكا من الكويت تأكد من التردد إذا التردد من الأمريكا رح يكون في LTE أو شبكة الجيل الرابع تشتغل بالكويت باند 3 أو 1800 ميجا هرتز إذا هو يدعم هالشيء اخذه إذا كان مبطل طبعا أونلوكت لأن إذا كان على فرايزن مكفول أو AT&T أو تيموبل أو تي موبل أو أحد من شركاتهم ما رح يشتغل عندك لازم تسوي له أونلوك بس إذا كانوا هو أونلوكت بس موديل ما لأمريكا ويدعم الشبكة اللي أنا قتلك عنها باند 3 أو LTE باند 3 أو 1800 ميجا هرتز إخذه رح يشتغل بالكويت عادة ما في فرق أو بالأحرى مو ما في فرق فرق الوحيد يمكن أننا ما رح تحصل لغة العربية تكون موجودة علشان يشتغل التليفون القوائم ما القوائم ما عرف إيش باللغة العربية في أحد سألني يخل السؤال هل تتوقع أن الويندوز 10 رح يسحب لبسات عن آي او اس واندرويد ما رح يسحب لبسات بس رح يهزهم شوي لأن سالفة المبرمجين والمطورين إذا أهم فعلا قدروا يستخدمون تقنية البرمجة إن يغيرون برامجهم ويعدلون الكودينج بشكل جدا بسيط ونزلونها على النظام تشغيلي من ويندوز 10 أنا من الناس اللي رح ألقي ويندوز 10 بشكل مطبيعي لأنه في برامجة حين قابلية أكثر النظام تشغيلي سلس ما في شي بس مشكلتها برامج ما في برامج فناس وايد عجبها الإنغلاق من الأبل تعال من انغلاق ويندوز مع شوية حرية نوعا ما إنك ما تحتاج آيتونز أو برنامج معين عشان تقل بياناتك فويندوز 10 رح يكون شيء وايد مثير للاهتمام إحنا بفترة عجيبة أكون صراحة إياكم من ناحية التقنية واللي قاعد يصير ما بين الشركات والتنافس اللي ما حد يستفيد منه غير المستخدم هو المستفيد الأول في واحد كاتب لي بو عبدالوهاب وضح حق المشاهدين عندك مدى قوة شبكة 5G فيديو مع البرشلونة يوم الثاني إن شنو الشارات اللي أنا نسويته هناك حطيتها الشغلة فيه إن أنا كنت بوث مع الاريكسون فيصل السيف يزال الخير دخلني معاك إنه بوث مع الاريكسون واريكسون كانت قاعد تسوي مثل تجربة حق شبكة 5G إن أنت لأي مدى إيها قوية فيقعدوني كل بسيميوليشن أو مكان تجربة إن أنت قاعد تسوق حفارة والحفارة هذي من شركة فولفو بغض النظر إنت سيميوليشن مالك ببرشلونة ببرشلونة وقاعد تهدم بيت بالسويت يبعد عنك 2500 كيلومتر على شبكة 5G قاعد يراونك مدى قوة 5G وتحمله إنك أنت تقدر تتحكم بشي كبير مثل هذا على هالبعد معنات أنت باتشر تقدر تجري عملية من دولة لدولة ما لازم أنت تروح تسافر تقدر تحط لك روبوت سباتر أو ما يتحركون رجل الآلي وهو يتحرك أنت تتحرك وهو يتحرك معك بنفس الثانية أنت قاعد تتحرك فيها على شبكات 5G فتكلمت عن هالشغلة بعد فيديو أسألني واحد ثاني على قوة 5G أسألني اثنين إذا ما أنا غلطان أو أسألني ثلاثة تكلمت عن 5G بعد فـ 5G شي جبار وراح نشوفها إن شاء الله بالمستقل الغريب فبس أسألني ستة إن شاء الله أشوفكم بسألني سبعة رب يقدرني إن شاء الله أني أنا جاوب على قدر المستطاع كثر الأسئلة أنا أقدر أجاوب عليها سامحوني على الكسور الإطالة أحمد بوعريكي سامحوني أني طولت عليكم فيديو بس إذاكم الله خير أحمد بوعريكي فمان الله الكريم